طيب من الدولي المصري نروح لاتحاد الكرة اتحاد الكرة أعلن النهاردة على تشكيل لجنة الحكام الرئيسية في الموسم الجديد الاتحاد كشف من خلال صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك عن تعيين طبعا فيتور بيريرا كرئيس للجنة الحكام ومحمد فاروق نائب ليه خليني أستعرض مع حضراتكم قيمة اللجام عضاء لجنة الحكام هيكون حمدي القاضي، مجدي رز، أحمد الساهر، سعيد عبدالغفار، أحمد جرحي، مهنة الدبة، وقل صباغ، ومحمد فاروق قيمة التعليم والتطوير بيظهر كل من أحمد أبو العيلة محاضر، محمد أبو خاطر معد بدني، طارق سامي، محمد حسام ومريان شحاتة معد بدني أما في العمليات فيه ثلاث أعضاء، فيه فريد سلطان، أحمد فاروق وشادي مصطفى مش عارف هل ممكن يكون فيه، أنا ما عنديش فكرة بصراحة، هل فيه لجنة مسؤولة عن الفارد؟ لأن الفارد كمان عندنا في مصر، الفارد مش بس مجرد تقنية، لكن التقنية محتاجة كمان تطبيق وأنا بيتهالي إن إحنا عندنا مشكلة شوية في تطبيق قصة الفارد دي بناسبة الفارد اختلف تماماً برا عن الفارد اللي إحنا شفناه على قال الموسم الأخير في مصر فهل ممكن شوف التطور ده بيحصل عندنا في الموسم اللي جاي؟ الله أعلم، كل أحوال 18 سبتمبر مش بعيد، وهنشوف بداية انطلاقة الموسم وبالمناسبة يحسب لربطة الأندية إنها زودت عدد الحضور الجماهيري لعشر تلاف من الجمهور في كل مباراة يعني أنا كنت أتمنى الحقيقة أن الرقم يبقى أكبر من كده لكن أعتقد ده إلي حد ما يعني إحنا استبشرنا خير طبعاً بنجاح التجربة في الموسمين اللي فاتوا لكن إن شاء الله بإذن الله الجماهير دي والجماهير دي عليها مسؤولية يعني زي ما احنا نتطور تدريجياً من حيث العدد في الناس اللي بتحترمتشاط وبالتاني الناس اللي رايحة دي أو الناس اللي هتكون بتحترمتشاط عليها مسؤولية إنها إن شاء الله بإذن الله نروح للموسم اللي جاي ممكن من بداية الدور التاني ممكن جداً جداً لو تجربة العشر تلاف دي نجحت يبقى نزود الرقم يعني رقم أفضل إن شاء الله بإذن الله